اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلي وأصحابي أجمعين إزايكم أحلى متابعين وأحلى أخوات في الدنيا يارب تكونوا بخير وبصحة وعافية وسلامة يا مسائل فل أو يا صواح الخير على حسب التوقيت اللي أنتوا بتشوفوني منه اكتبوا لي بقى بتشوفوني من أي بلد والتوقيت عندكم صبح ولا بالليل وفي كل الحالات لو أول مرة تشوفيني أنا عولة بدوي لو أول مرة تشوفيني بقى أشتركي بسرعة في القناة وفعالي زر الكرس علشان يوصلي الكل جديد وتنضمي لعلتنا الصغيرة وتكبر بيك وتبقى أكبر عائلة على اليوتيوب إن شاء الله بصوا بقى أنت فين يا عولة النهاردة النهاردة الفيديو بتاعنا مش في المطبخ ولا أكل ولا أي حقا خالص أنا في الغرية زي ما انتوا شايفين كده أنا في الأزهر أول ما تنزلي من الكبري الأزهر هتلاقي الغرية على إيدك اليمين وهي على إيدك الشمال محيل كبير كده مكتوب على يفتته عوف ماما إن شاء الله طلع الحج السندي ادعو لها بقى آآ تروح وترجع بالسلامة وربنا يناولها لكم جميعا وربنا يناولها لكل مشتاء ويناول لنا كده كلنا العمرة والحج والزيارة النبي عليه الصلاة والسلام والزيارة الحرم والمناسك الجميلة بتاعتنا بصوا بقى عوف آآ أنا كنت أول مرة روح هناك بيبيعوا كل حاجة مستلزمة الحرم من أول الهدوم الداخلية لحد الجلاليب والعبيات والحاجات دي لأن هم عندهم آآ بيبعوها قطان كلها علشان آآ تبقى حاجات مناسبة لجو الحرارة بتاع السعودية زي ما انتم عارفين كده فالسعودية الجو بيبقى حر شوية عن مصر فبيبقوا عايزين حاجات كلها قطان علشان ما يحسوش بدرجة الحرارة العالية وكمان آآ بيختاروا ألوان تكون كلها فتحة يعني الأبيض وكده علشان ما يمتصش آآ درجة الحرارة وطبعا بقى الحجاك وكده بيبقوا عايزين إيه اللون اللي بيضبقى ليه فرحة كده فرحة الحج فإدعوا بقى الممتي ربنا يوصلها بالسلامة ويرجعها لنا بالسلامة آآ وآآ آآ كل اللي نفسه إنه هو آآ يروح آآ حج أو عمره ربنا ينولها لكم جميعا ويفرحكم آآ أجمعين يا رب العالمين آآ بصوا بقى آآ دخلنا المحل اللي زي ما انتم شايفين كده على اليفطة هو على الشرع العمومي من برة قدام الغورية الناحية التانية على طول محل كبير مكتوب عليه عوف إحنا دخلنا المحل ده وآآ طلعنا قالولنا اللبس اللي هو بتاع الإحرام في أول دور فوق طلعنا آآ تفرجنا على الحاجات خدنا فكرة كده بص عندهم بقى جليب الأطفال عبيات للأطفال والإزدالات كبار وصغيرين ودي بقى عبيات كده الإحرام آآ أو للعمرة أو كده آآ عبيات بيضة كلها وخامتها معظمهم كريب أو آآ قطن أو اللي هو آآ كتان عشان يستحمل الحرارة هناك ويبقى رطب على الجسم آآ ما يعملش يعني التهابات أو كده آآ فكلها حاجات خفيفة علشان درجة الحرارة هناك يعني قوية آآ دي كده أشكال أنا صورتها لكم وآآ ده برضو اللي هو البنطلون آآ عشان يتلبس من تحت الهضوم قطن آآ وده القميص اللي هو بيتلبس برضو من تحت فيه جيب كده بصوستة علشان تحطي فيه كل آآ أجردك الشخصية يعني وكان عندهم جلاليب بقى اللي هي القطن اللي هي آآ فيها تطريس بالخيط فاحنا المهم ايه ماما قايتلي لا تعالي نشوف ايه يعني نتفرج برا لو ما عجبناش حاجة نبقى نرجع لهم تاني فالمهم وإحنا ماشيين تاني يعني وإحنا ماشيين لكننا بقى رجعين على العتبة أول من أول شارع قابلنا دخلنا فيه يعني هو الشرع اللي بعد عوف ده على طول دخلنا فيه لقينا محلات كتير كده جنب بعضها آآ بتاعة مفروشات فالراجل الطيب ده دخلنا عنده آآ عجبنا عنده الفوت آآ شكلها حلو وكمان أسعارها آآ كويسة فاآ آآ تفرجنا كده عنده على الحاجات اللي عنده عنده ما شاء الله تشكيلة كبيرة جدا وحلوة قوي من كل المفارش بقى فوت وملايات وآآ كل حاجة أنا صورت لكم كده اسم المحل وحتى صورت لكم آآ الكارت قال لي عشان لو حد عايز يتواصل معي آآ كارتة هو بالاسم ورقم التليفون لو عايزين تتصلوا قبل ما تروح عشان تعرفوا العنوان عنده بقى آآ كل حاجة فوت ملايات آآ كوفرتات بطاطين الحيفة عنده ما شاء الله تشكيلة كبيرة جدا من كل أنواع المفروشات لو عروسة بقى وبتجهزي وكده الراجل ده عنده تشكيلة كبيرة جدا وعنده حاجة حلوة قوية وبأسعار كمان آآ حلوة وإحناينا يعني أسعاره كويسة بالنسبة للحوالي فانا كنت باوريكم كده يعني ايه الحاجات اللي عنده والتشكيلة اللي عنده عنده ما شاء الله حاجات حلوة قوي فاحنا كنا عايزين نجيب فوت موما كنت عايزة تجيب كده آآ فوت آآ يعني كبيرة للحوما وآ فوت صغيرة عشان مثلا لو عطيت وض أو حاجة تبقى معها في الشنطة آآ فوت يعني صغيرة فآآ يعني اتفرجنا عنده كده عنده الفوت خامتها حلوة قوي فآ آآ شوفنا كده عنده كزا حاجة بصوا بقى الشارع اللي احنا دخلناه بتاع المفروشات ده لقينا يفطف النص الشارع كده مكتوب عليها عوف فسألنا الناس في الشارع قالوا لنا آآ ما ده فرع تاني العوف اللي بره هم فرعين فدخلنا بقى نتفرج لقينا بصراحة ده شكيلة اكبر بكتير آآ حاجات احلى كمان سعرها ارخص من المحل اللي هو اللي على الشارع بره آآ بصوا لقينا بقى العباية اللي هي القفايت دي حلوة قوي آآ وفيه اللي هو آآ زي الازدال بس جيبة وخمار طويل آآ لو فيه ناس مثلا مش بيحبوا لعبايات او كده ومعطرها بتاعته وفيه برضو اللي هي العباية دي بصوا جميلة اوي شيك اوي حرير من فوق ومن تحت فيها آآ طبطينة كده قطن وعليها تطريس بالخيط آآ دهبي فضي كده حلوة قوي وعندهم الجلالية بالقطن اللي هي البيضة وبصوا لبس الاحرام بتاعت البنونت الصغيرة دي تأمر آآ بس قالوا لنا برضو اللبس بتاع الاحرام في الدور اللي فوق الدور اللي تحت ده آآ مفروشات وآآ وتقريبا آآ حدات رجالية بس مفروشات كلها معظمها مفروشات طلعنا فوق بقى قابلنا اصاز علاء راجل محترم وزوق فارغنا على كل التشكيلة وكان باله طويل معانا فمن الفيديو ده بقول لك شكرا جدا ان اصاز علاء عن طبولت بالك علينا بصوا بقى اللعبية اللي هو كان مسكها دي حلوة قوي من تحت من فوق شيفون ومن تحت متبطنة بآآ كسوة قطن وده برضو القميس اللي انا وارتقول لكم المرة اللي فاتت في في اول الفيديو في اللي هو الجيب بالسوستة ده علشان تخطي بقى آآ مستدام بتاعتك البسبور الفلوس كل حاجات المستدام الشخصية بتاعتك عشان ما اتضيعش منك والبناطيل القطن برضو آآ كل حاجات دي قطن يا جماعة مية في المية علشان آآ ما يحصل لكمش التهابات ولا حاجة من درقة الحرارة اللي عالية في السعودية آآ وبصوا بقى دي المحرمة كده آآ برضو آآ من فوق شيفون ومن تحت آآ ليها آآ يعني آآ فستان من تحت قطن آآ بكم ومليها كده كبشو من وره برضو كل تطريس اللي على الحرف ده ده بفضي كده آآ بالخيط بالخيط الحرير ودي بقى الجلابية اللي هي القطن الآآ السادة خالص فيها برضو تطريس كده بالخيط بس بيضة خالص ما فاش اي حاجة قطن كل الحاجات دي قطن مية في المية فلو عجبكو بقى الحاجات اللي احنا وريتها لكو دي وعايزين تعرف بقى مم جبت ايه ونحضر الشنطة ونعمل فيديو بقى لتحضير الشنطة اكتبو لي في التعليقات وان شاء الله نعمل فيديو تاني واحنا بقى بنحضر الشنطة وآآ بنحضر بقى حاجات الحاجة بعد بقى ما طلعنا من عوف آآ كملنا على طول اللي جوة فدخلنا على شارع كله عطارين شارع عطارة ففيه بقى كل العطارين بكل حاجات العطارة لو انتوا بقى عايزين تشتروا كده شوية حاجات من هناك بقى ايه يعني عايز اقول لكم منبع العطارة فاخدوا جولة بقى كده واستمتعوا واشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجراش يوصلكم كل جديد والكومنت الحلو وكتبولي في التعليقات عايزين فيديو تاني لآآ حاجات بقى تجهزات الشنطة بتاعت الحج ولا لأ وهستنى تعليقاتكم ضمتم في حفظ الله السلام عليكم